انا من اكبر الراد فلاجز اللي انا شفتها في حياتي من كل المشاكل اللي جاتلي كموزيع لازم اقولكو عليها هوي بتنطبق مع مثل مصري عندنا في مصر اللي يصعب عليك يفقرك لو الراجل صعب عليك سبيه لو الراجل هقول تاني لو الراجل صعب عليك اجري ليه بقى يا جهاد؟ لان الراجل ممكن يدخل باستوانة اصلا على ظروفي على قدي وانا اشقيت وتعبت وروحت وجيت وبعدين فجأة تلاقيه بيلبس لبس غالي وبيخرج وبيسافر وبعدين يجي عندك انتي يبقى الفقر يرجع له تاني والمرض رجع له تاني وانا عندي استبحث من وانا صغير وانا 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 فيبتدي الستات والبنات بتبقى عاطفية اكتر فتبتدي تقولك طب ايه المشكلة لما قاب جنبه وابقانا السند هيفتكرهالي بعد ما ربنا يكرمه يبقى معه فلوس لكن الراجل اللي بياخد من الست الراجل اللي بياخد منك اللي يقبل ان انت تسلي فيه اللي يقبل ان انت تديره عربيتك اللي يقبل ان ياخد الفيزا بتاعتك عشان اصلا الفيزا بتاعته فيها مشكلة في البنك دي كلها راد فلاجز انا بقول ان العلاقة دي مبنية على المصلحة انت رأيك ايه؟ بصي برضو انا مش شايفة النموذج ده ان هي ضحية يعني انا شايفة ان هو حكى لها حاجة حزينة في حياته وهي موافقة ترتبط بيه طب وكل ده مش ضحية يا جهاد فيه لحظة كده هي تمام عندها اراضيتها كاملة هو بيحكي لها انه فقير وهي موافقة ترتبط بيه لغاية هنا مفيش مشكلة مني تمام هي اللي وفقت بس لما هو ياخد الفيزا والعربية مش عارفة ايه هي كده طب هي بتساعده عشان هو بيينله ان هو فقير لكن لما يطلع مش فقير لا تقباله وهو فقير بس ما تديروش حياتها يعني هم اصلا ده فيه ناس من اول خطوبة بتقوم تدياله كل حاجة بتسلفه تان من الشبكة صح هي الغلطانة بالزبط جد عشان كده انا بقول ان اللي يصعب عليه ييفقرك ليه لان ما يفعش يبقى صعبان عليها فتديله فلوس الشبكة زي ما بتقولي كده وان هو قدام قالي ان هو اللي جايبه وعمل وثاوي بس هل فيه ستات بتحب هي تستغل او ان هي تصرف او يعني ليه يعني انا مش لاي قلب وارد تكون هي شريرة يعني احنا ليه دايما بتخيل اللي بيحكي لنا هو الطيب بشكل مطلق مش يمكن هي شريرة بتاع بكده عشان بعد كده تعايره او بعد كده او هي عايزة تبقى مسيطرة على عليه وعلى العلاقة فهي عايزة طول الوقت تبقى ليها اليد العليا احيانا فيه ناس كده انا شفت علاقات كده كتير بس بلاقي ان الست بيبقى رضها طيب ما انا اعمل ايه انا مش عايزة احرجه او اكسره انا معايا فبقول تمام الحياة تبقى حلوة ومريحة يعني مدام هو ما بيصرفش ومبان هو اللي ما بيطلبش مسلا يقول ان يشيل المسئولية فهي بتحس ان دي يعني ايه زي احتواء يعني تمام انا حبيتك فانا هقف جنبك شوية لغاية مدينية تتظبط بس ما بحسش من الستات دي بالعجل دي الستات دي بتبقى اكتر ستات مكهورة ومظلومة لان بتحس ان هي بتستغل عارفة الاستغلال يا دي هل لو هو اللي مكانها لو هو الاغنى وهي اللي مكانه معهاش او محتاجه هو كان هيختارها اصلا هي؟ طب هي ترد على السؤال ده بقى ازاي؟ لازم لازم تلاقيه وجابه يعني ترد على السؤال ده ازاي تقولك ما حبني وقالي وكان بيعيطلي وبيعودلي تحت البيت وبيعمل كل حاجة لا بيبقى فيه حاجات كده مبينة انه هو مكانش مكانتش هي اختيار يعني عادة الستات اللي بتستغل بتبقى بتتخان كمان فهي دي علامة ان هو مش انت اللي بيحبك اساسا هو بيحب واحدة تانية وقت ما بيبقى معاهاش في الروس بيروح للتانية فهو بس علاقته بيك ان هو محتاج لك ده مش حب هو احتياج فزي ما هو بيستغلها هي في لحظة ما في العلاقة عارفت ان هو كمان هي كمان بتستغل وجوده بتستغل احتياجه بص يا جهاد انا من وجهة نظر بجد يعني انا شايفة ان الراجل المحترم محترم الراجل الجدع جدع الراجل اللي راجل بيجد في حياته وفي بيته بيبقى راجل يعني الراجل اللي بجد عمره ما يطلب من واحدة ست فلوس صح عمر دي نقطة فاصلة والله يا العظيم اللي لو معهوش في جيبه غير عشرة جنيه تيلاقيه يقعد على الكورنيش بالخمسة جنيه ولا انه ياخد منها عشرة جنيه فوق العشرة جنيه اللي في جيبه لو هو اقل منها ومحترم هيقول لها يا بنت الناس طردي تعيشي في مستوية انا على قدي انا مش هو اللي يطلع مستوية اه لكن يعني اوه 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 عشان كده انا وجهاد النهاردة معايكو بنتكلم على الراد فلاجز اللي يصعب عليك باي باي ولو انتي كملتي وصرفتي وبقيت جدعة وكريمة هتبقي في الاخر انتي بتقال عليكي ان انتي بمزاجك وان انتي ست شريرة فانتي عايزة يتقال عليكي ست شريرة اكيد لا خلي فلوسك لنفسك خلي فلوسك لبيتك لحياتك انتي بتشتغلي عشان تبقي ناكحة ومعاك فلوسك مش بتصرفيه على راجل فالراجل اللي ما يجيش يكملني ويزودني ويقدر امتي كست بلاها خالص في الزمن ده خالص خالص من البداية احنا نتكلم من البداية مش بنتكلم عالبيوت اللي فيها ولاد وجواز احنا نتكلم من البداية طيب